أحمد ربما ظهر ذلك أيضا على حديث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبيد الذي قال أنه حتى لو كانت التكلفة هي إيقاف الحرب مقابل عودة الأسرى والمحتجزين فلا بأس بذلك أريد أن أسألك لأن الحديث عن أجواء صفقة ما في إسرائيل يجري تداوله على نطاق واسع عن الشروط التي تضعها المقاومة عن رد نيتنياهو المتصلب إذا هذه الشروط وعما يجري تداوله بما هو مقبول لوضعتنا في صورة ذلك أحمد يجري تداول هذه الأنباء واليوم على صدر الصفحات الرئيسية في إسرائيل في وسائل الإعلام المركزية في إسرائيل التطرق على أساسي لقضية صفقة تبادل أسرى وتداول من جرى كتابته بالأمس في صحيفة وول سريت جورنال عن صفقة لتبادل أسرى على ثلاث مراحل تنتهي خلال تسعين يوما خصوصا أن هذا الأمر بحسب تقديرات إسرائيلية كان يتوافق مع خطة إسرائيلية من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية كانت تفرض حذرا لأن نشر على هذا الموضوع بالتالي وسائل الإعلام الإسرائيلية تلقفت ما نشر أمريكيا وتلقفت ما نشر عربيا ومنها ما نشر في التلفزيون العربي يجري تلقف هذه الأمور من أجل الحديث عن صفقة تبادل أسرى محتملة ولو أن هناك إقرارا متزايدا بأن الفجوات بين الاحتلال الإسرائيلي وبين حركة حماس لا تزال بعيدة لكن الاتصالات نفسها تعطي أملا لكثير من الإسرائيليين على اعتبار أن المفاوضات هي الطريقة الوحيدة لاستعارة الأسرى لإسرائيليين واليوم اجتماع لمجلس الحرب الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم سيتم خلال التطرق لصفقة تبادل أسرى وسيعطي رئيس الموساد بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية منها صحيفة دعوت أحرنوت إحاطة لمجلس الحرب الإسرائيلي حول التقدم في صفقة تبادل أسرى أمام الوسطاء موسيقى